احنا ماذا عليكم انا احمد كمال بتاع افلام هنتكلم النهاردة عن فيلم ثانية واحدة ويعتبر ده اخر افلام عيد الفطر او افلام العيد الصغير بتاعت السنة دي وحنقيمه ونقول الايجابيات والسلبيات زي ما احنا متعودين على طول وفي نفس الوقت في نفس الحلة هقولك ارادات الافلام بتاعت العيد ومين جايب اعلى ارادات حتى يومنا هزا وفي نفس الوقت برضو عقايملك الافلام مين بالنسبة لي الاحسن والاحلى ويعني رقم واحد واثنين وثلاثة خاصة يا جمان احنا مش محتاجين نعمل حلقتين كمان عن الموضوع ده خاصة ان الافلام تلات افلام فقط لغير وطبعا قبل ما اخش الحلقة فيلم ثانية واحدة من بطولة الفنان مصطفى خاطر ويعتبر ده اول بطولة مطلقة لليل واحد وكده يعمل فيلم كوميدي وينزل في العيد وايضا بتشاركوا البطولة الفنانة المتقلقة دينا الشربين واتمنى من بدوع افلام قبل ما ابتدي حلقة تدوسوا لايك وشار وسبسكرايب للقناة لو اول مرة وطبعا عايزكم تشاركوا على انستجرام بيجو وفيسبوك بيجو وتدوسوا على جرس تنبيهات عشان تجيلكوا الحلقة اول باول ويلا بينا نخش في الحلقة فيلم ثانية واحدة يا جماعة من الافلام اللي واحد اتفرج عليها في العيد وطبعا زي ما انتم شفتوا التريلر بتاع الفيلم او احنا عملنا تريلر ري اكشن قبل كده لو عايز تعرف معلومات عن الفيلم اكتر واكتر كمين المخرج ومين المؤلف ومين الابطال المشاركين وكل الكلام ده خش على الحلقة بعد ما شفنا تريلر فهمنا البلوتاية بتاعت الفيلم اللي عبارة ان هو واحد كان بنيدم طبيعي عمل حدثة وبعديها رجع تاني طفل صغير او زي ما احنا شفنا كده في الاعلام ايجابيات الفيلم بالنسبة لي ومن وجهة نظري كاول بطولة مطلقة لمصطفى خاطر فهو فيلم مقبول جدا مقبول كفكرة انك انت لو فكرت وشفت نجوم كتيرة جدا دلوقتي عالساحة نجوم كوميديا اول افلام ليوم ممكن تلاقيهم مش حلوين اوي او عمرها ما بتبقى عظيمة زي باقي الاعمال اللي هيعملوها فيما بعد كاول تجربة او كاول فيلم والبطولة مطلقة ليه انا مبسطت بالفيلم واتحكت فيه وده المطلوب من فيلم كوميدي في العيد ان انا على الاقل واجب اكون خارج من الفيلم مقلتش انا يعني ازاي ضيعت وقتي وازاي ما اتحكتش ولا دحكة في الفيلم وايه السوق ده لا بالعكس اتحكت في مشاهد كتير وايضا كانت عجباني جدا الكيميا اللي كانت ما بين دينا الشربيني ومصطفى خاطر وبص يا جماعة برغم ان بيوم فؤاد عامل ثلاث افلام في العيد او هو في الثلاث افلام بتاعت العيد يعتبر اكتر دور في الثلاثة ده حكني فيهم هو دوره فيلم ثانية واحدة برغم ان يعتبر برضو الفيلم ده من اقل او مش من اقل يعني اللي هو ايه بنسبة ظهوره اقل من الافيلمين التانين لكن في الفيلم ده دحكني جدا والمشاهد اللي ما بينه وما بين مصطفى خاطر وايضا دينا الشربيني من اكتر مشاهد اللي كان بتدحكني في الفيلم اساسا اما نخش على السلبيات على طول بالنسبة لي او من وجهة نظري لا يوجد اي اضافة لاي فنان عمل دي في شرف الفيلم وهادي وجهة نظر شخصية تانية يعني انا مثلا من اول ما شفت الاعلان وعرفت الكاست ان فيه من ضمنهم الفنان فتح عبدالوهاب وكنت متخيل او ممكن يطلع مشهد او مشهدين يعني ما حستش ان ده المشهد الاضافة الكبيرة لفتح عبدالوهاب او ما حستش ان فتح عبدالوهاب عمل اضافة قوية او ضحكة او ابتسامت من دوره اللي كان عامله في الفيلم برغم ان هو مفروض دور كوميدي وهو بيدحكني جدا في المشاهد الكوميدي او في الافلام الكوميدي اللي هو بيعملها مثلا فيلم ثقافي طبعا وافلام تانية كتيرة بس في الفيلم ده انا مدحكنيش وما حستش باضافة نفس الكلام برضو عن الفنان احمد الفشاوي اللي انتو شفتوا في الاعلان المشهد اللي هو تلع والكلمتين اللي هو قاله من المصطفى خاطر هو غالبا ما تلعش اكتر من كده او هو المشهد ده الوحيد اللي عمله في الفيلم برضو ما حسيتش باي اضافة وبرضو ما تحكتش في المشهد اللي تلع فيها وحسيتها كده اللي هو بصوا يا جماعة ديوف شرف فقط لغير وفي نفس الكلام زي ما قلتلكو في الحلقة الاولانية بتاعت افلام العيد بتاعت فيلم احمد نوتريدام قلتلكو ان لازم عندنا في الافلام الكوميدية المصرية لازم يعجب علينا ان يكون يبقى فيه خط رومانسي ما بين البطل والبطلة لازم انا ما اقتنعتش بالعلاقة الرومانسية اللي بين دينا الشربيني ومصطفى خاطر في الفيلم حسيت اللي هو يبصوا اه حنعدوا مع بعض وبتاع وكده ونخلق بقى استعب في الاخر عشان هوا يحبها وهي تحبوا كل الكلام ده يعني اللي هو لا يا جماعة ما كانش لازم يحبوا بعض وكان ممكن اللي هو ده يبقى الصديق الجامل في حياة لكن طبعا زي ما انتم عارفين بقولوكم لازم من الافلام الكوميدية يبقى فيه خط رومانسي ما بين البطل والبطلة الفيلم من وجهة نظري كنت شايف ان هو ممكن يطلع منه كوميديا اكتر من اللي احنا شفناها في الفيلم وكان ممكن يبقى فيه خط تالت غير الخط الرومانسي يبقى موجود في الفيلم كان الفيلم هيبقى اعلى واعلى بس انا كمسلا الدور اللي هو العائلة صغيرة مصطفى خاطر انا كنت حبقى متضايق ان هو لو حيفضل طول الفيلم بهذه النبرة وكل الكلام ده برغم ان هو اديه بطريقة حلوة جدا وخاصة ان ويش مصطفى خاطر لايق عليه جدا ان هو يعمل دور طفل مثلا صغير او كده هي لايق عليه ونبرة صوته بكل حاجة بيفجأك الفيلم في النص عشان محرقلكش يعني عشان لو عايز تتفرج على الفيلم فيما بعد ان طبعا ايه مش هيفضل طول الوقت كده وهيحصل تطور تاني في شخصية مصطفى خاطر فيعني ايه دي حاجة برضو من ضمن الايجابيات برضو عشان ايه ما انتقلش بالسلبيات وعموما في الاخر هقولك تقييم الفيلم الثانية واحدة هو خمسة من عشرة نفس مثلا الريد بتاع احمد نوتردام بس اللي انا قدر لهولك عشان اللي اتنين كانوا اخدين نفس التقييم بالنسبة لي ثانية واحدة خرجت منه تحيكت اكتر من فيلم رامس جلال احمد نوتردام اما على ارادات انت تتوقع ايه بقى يا معلمك ارادات افلام عيد الفطر قولي بقى يعني متوقع يعني بعد رمضان على طول مين هيبقى رقم واحد في الارادات اكيد وبالتأكيد الفنان رامس جلال واللي هو على طول بينتهز هذه الفرصة اللي اتمنى بجد بجد يعني ديها كلمة من كل قلبي ملاجعها باي حاجة من اللي احنا بتكلم عليه تمنى ان رامس جلال يغير في تيمة الافلام بتاعته عشان فعلا الواحد نفسه يشوف افلام رامس جلال بتضحك جامد بطريقة مختلفة يعني دي حاجة نبقى نتكلم عليها ممكن في حلقة تانية ارادات فيلم احمد نوتردام لغاية دلوقتي هي عشرة مليون وتمنمية اربعتاشر الف جنيه وفي المركز التاني فيلم ديدو الكريم فاهمي وطبعا زي ما انتم شوفتوا في البوستر وشايفين في البوستر كده بايومي فوقاله محمد صاروت وعمد المرغاني هو ده موفتي الفيلم حقق 7 مليون و348 بص الدقة 348 الف جنيه حتى يومنا هذا وطبعا في المركز التالت فيلم ثانية واحدة وبعيد جدا عن الارادات عن الفيلمين اللي فوقيهم ومحقق حتى يومنا هذا مليون و526 الف جنيه وطبعا برضو بتوع افلام على حسب الحلقة دي هتنزل امتى انا بكلمك على الارادات بتاعت يومنا هذا او اليوم اللي انا واقف فيه او مصور فيه الحلقة ممكن طبعا ارادات تعلى مليون او اتنين في خلال اليومين دول اما كاحمد كمال كترتيب ايه اقوى افلام العيد او بالترتيب فيلم دي دول كريم فهمي عشان طبعا كان واخد اعلى تقييم من اكتر الافلام في الثلاث افلام دي اللي حرجع فيه ما بعد ابقى اتفرج عليها او لو جيه في التلفزيون حبقى اتفرج عليه او ايا كان وفي نفس الوقت فيلم كان فيه جرافيكس حلوة واضحكت كتير جدا ومحستش باي لحظات ملل في الفيلم الصراحة وفي المركز التاني فيلم ثانية واحدة لبطولة مصطفى خاطر وادينة الشربيني وفي المركز التالت فيلم احمد مصدام اللي فيه ناس كتير هتقول لي انت كاره قوي ليه كده انا مش كاره والله يا جماعة بس انا كنت متوقع فيلم اقوى واقوى الرامز او من ضمن الافلام اللي انا بحبها وبالجأ لها الرامز فيه ما بعد زي غشة زوجية كدحك مثلا وفي الاول وفي الاخر يابطوح افلام يعني لغاية دلوقتي الواحد محسش بموسم عيد كوي وزي عيد انتو فاكرين يا جماعة عيد الفطر 2019 قبل الكورونا كان نازل الممر وفيلم محمد سعد وفيلم رامز جلال وكان فيه بعديها بشهرين او بشهر فيه لازل جوز التاني وبعديها لازل جوز التاني فاحنا هننتظر وده اللي انا متوقعه عشان في سينماك كتيرة جدا اتعرض الاعلان قبل الفيلم البعض اللي يزهب المأزول مرتين فاعتقد ان فيه افلام كتيرة تقيلة هتنزل من عيار التقيل للنجوم الميجا ستارز اللي بيحققه الردد عالية جدا في خلال الفترة اللي جاية يعني ما تستبعدش تماما على اخر شهر ستة مثلا يبقى فيلم البعض اللي يزهب المأزول قبل اسبوعين مثلا او اسبوع من العيد الكبير زي ما عمل قبل كده كريم عبد عزيز فيلم فيه لازل اتنين وحنشوف برضو اعتقد افلام احمد عز واحمد السقا واتمنى بقى النجوم دي ترجع تاني للسينما ونتفرج على الافلام اللي احنا محبا ومتعودين عليها اللي هي الافلام الكتير جدا بتنزل في العيد وكده وفي الاخر يابطوع افلام سؤالي ليكو وسؤال الحلقة ايه اكتر فيلم من الافلام التلاتة دول دخلتهم او عجبوك في افلام العيد يعني بالترتيب سيبلي تحت ترتيبك وايه اكتر فيلم متوقع ان هو حيجيب ارادات في الفترة اللي جاية عالية وشايف ان الارادات العالية جدا يعني مثلا فيلم كريم عبد العزيز اللي جاي هيجيب مسلا نفس الارادات بتاعت نادي الرجال السري السبعين ستين مليون وهنوصل الاركام دي تاني ولا واحدة واحدة لسه مسلا نقول على السنة الجاية السنة اللي بعدية حاجة زي كده سبولي رأيكو داعت في الكومنتات دي اهم حاجة وحرد عليكو زي ما احنا متعودين على طول طبعا في نهاية الحلقة ابتوح افلام اتمنى منكم لو عجبتكم الحلقة دي طبعا دوسوا لايك وشاركوا وسبسكرايب للقناة لو اول مرة وطبعا عايزكم تشاركوا على انستجرام بيجي وفيزيبوك بيجي ودوسوا على جرس تنبيات عشان تجيلكم الحلقة اول باول لوش ابتوح افلام عارف في ناس كتير دعوات هتكتب لتاعت في الكومنتات ابو احمد نزل في مصر ولسه منزلش بره ازاي ما دخلطوش غير دلوقتي هخش ابتوح افلام هنعمل حلقة على طول في اسبوع ده بازن الله وهلوميس عليكم بما ان يا جماعة افلام اللي عيد الفطر يعني اللي ينور عليك دا انت امور باقى بس بقولكوا ايه باقى في حركة طبعا منا كميلة اقوم تلد بريده عشان воامي كيفهو حمر اههههه ف´يونيساني واحد داولة علي이 اي 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 عنا اتكلم اولي اي الا اي 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 تا بداتوا تsound اي تقي이 تا 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 وده المفروض ان انا هم اي 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 ا اخدوا من الفيلم قرجوا اي اي اقوم بالفيلم